لربما ان للعراق نهجا راسخا في تاريخ تفكيك المهمات الصعبة ومعادلات الكر والفر في حروبه ومصائبه وقل انها جينات جبل عليها الانسان العراقي ليصبح في قائمة العلماء هذه المرة من عنق امريكا مكتسحا عماليقة امريكا في العلم يحفر الشاب الصغير الذي لم يتجاوز العشرين من عمره حمز السام الرائي اسمه كاصغر عالم رياضيات وفيزياء سبعة عشر عاما يبلغها حمزة يبسط معادلات رياضية معقدة وينجح في تأليف كتاب يترجم الى خمس لغات لتوفيره في يد شعوب الدول النامية كما يقول اساتذة صنعة الحسابات والارقام توجوه بالافضل بينهم يرفع حمزة اسم العراق عاليا وهو ينجز مسافة جديدة على طريق يريد ان يتممها بعد زمن قصير بانشاء مركز بحوث للفيزياء في بغداد انجاز يعكس صورة بغداد التي تنجب ابناؤها ليعود اليها يردون الجميل بالجميل والتاريخ بالصبر والنجاح وسيبقى العلم عراقيا وبينكذ